موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج رأس السطر أحنا من الأربعاء الماضي التظاهرات على الأقل على مستوى الجنوب وصلت إلى ميناء مقصر وطبعا صار قطع تام للطرق المؤدية إلى ميناء مقصر وهذه تسببت بمشاكل يعني على مستوى كل ساعة وكل دقيقة مشاكلها الاقتصادية والخسائر المادية والمالية اللي دا تصير هذه القضية حقيقة يعني إذا احنا رجعنا إلى ميناء مقصر حتى نعرف ليش ميناء مقصر قطع الطرق عليه يسوي كل هذه المشاكل ميناء مقصر يعني صار لتسعين سنة تقريبا لما تم إنشاءه وطبعا هو يستخدم في استيراد يعني زيت النباتي سكريات الأطعمة الأغذية ها كل احنا نستوردها بالعراق هذا هو الواقع وأيضا بغداد تستخدمه في تصدير النفط وبالتالي ميناء مقصر يعني إلفد أهمية كبيرة جدا يعتبر عصب اقتصادي مهم وفي حالة إهماله أو قطع العمل عنه أو غيرها معناتها أول ما ينظر هو المواطن العراقي الكل تضرر وهذه يعني حقيقة أمنية العدو عدو العراق أمنية عدو المتظاهرين أمنية عدو الحكومة عدو كل واحد عراقي فهذه حقيقة ما أحد يتمنىها وهذه اليوم صايرة وهي جارية الآن والطرق مقطوعة على ميناء مقصر وده تأثر بشكل كبير جدا على المواطن العراقي وحتى الاندبندنت البريطانية حيشة شلون رح تصير أزمة بالأغذية بالنسبة للعراقي يعني على سبيل المثال وزير التجار العراقي حيشة عن هذا الموضوع وشون رح تأثر خليني ياها الزميل أبو عبدالله خلنشوف وزير التجار العراقي شنو اللي قال على هذه القضية بحد ذاته قال استمرار الاحتجاجات أدى إلى التأثير سلبا على ميناء مقصر المطلع على الخريج العربي جنوبي البلاد وأن الاحتجاجات أدت إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية في الميناء هذه يعني حقيقة الأحداث اللي صارت خلت القوات الأمنية تصير بنوع من الاشتباك مع المتظاهرين ومفوضية حقوق الإنسان هي اللي حجت عن هذه الاشتباكات بالإضافة إلى الفيديوهات اللي انتشرت للكثير يعني كم لقطة جديد من طبعا من ميناء مقصر صار سقوط جرحة وصارت مشاكل هائلة جدا يعني حقيقة مناظر ما حد يتمناها يعني لكن صارت فعليا هذه الاشتباكات وبحسب مفوضية حقوق الإنسان 120 جريح للأسف الشديد وقعوا ما بين المتظاهرين القضية هذه مفوضية حقوق الإنسان بالإضافة إلى أنه هي حجت عن هذا الاشتباك وحجت عن تقصير من جانب القوات الأمنية بهذا الموضوع وطبعا الحكومة العراقية هي المعنيهة في فتح تحقيق بهذا الموضوع نعرف فعليا هل كان تقصير فردي تقصير جماعي إجاء أمر منفرد هذه ما نقدر نجزم بيها اليوم لكن اللي نجزم به هو كلام مفوضية حقوق الإنسان واللي أضافت به خليني يا زميل أبو عبدالله اللي أضافت به قضية مهمة جدا يعني يجب أن تذكر اليوم أن نوها عليها قالت في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فأنها تدعو كافة المتظاهرين إلى الالتزام في أماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر وخصوصا أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي وأن الحق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلبا على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعايشتهم أيضا الخبير والمهندس عامر عبدالجبار إذا تذكروا الرجل اللي كان يتكلم بقضية فشت العيج والشكوى اللي صارت بمجلس الأمن الدولي على القضية ويالكويت وغيرها هذا الرجل سئله وأجاب برأيه مهم جدا ولازم اليوم نطلع عليه ونعرف تفاصيل خلينا نسمي إلى أبو عبدالله أيضا يعني حقيقة تصريح مهم قال غلق الموانئ العراقية سيسبب هجرة السفن إلى موانئ دول الجوار وسيؤدي إلى رفع جور التأمين على السفن الداخلة إلى موانئنا على اعتبارها واقعة في منطقة خطيرة مما يسبب أضرارا اقتصادية وربما عقوبات من المنظمة البحرية الدولية لا يمكن تخلص منها على المدى القصير وهذا ما تتمنىه بعض دول الجوار بل تعمل عليه القضية أنه فعليا هذا صار يعني 12 سفينة جدت عليها بلاغات وكلام 12 سفينة جاء من أبو ظبي من الإمارات إلى ميناء من قصر لا قدرة تتفرغ البضاعة اللي هي عندها ولا شيء بل بالعكس هذه 12 سفينة رجعت إلى المكان اللي إجئتي منه اللي هو أبو ظبي لذلك يعني المشكلة هذه خطيرة المشكلة هذه يعني خلت العراق في موقف الآن يعني الأيام القادمة راح تكون صعبة أكو دعوات كبيرة جدا بأن المتظاهرين يعني الآن في مواقع التواصل اجتماعي بكل مكان اللي لازم يتوجهون إلى مبنى المحافظة للتظاهر وليس لقطع الطريق في ميناء مقصر القضية هنا أنا أيضا أنه كان كلام لشركة الموانئ أكدت أنه الميناء الآن دي يخسر 10 ملايين دولار في اليوم السؤال هنا شلون المتظاهرين قطعوا هذه الطرق ليش ما تم التأمين على الأقل من القوات الأمنية حقيقة ليش المتظاهر كأنه ما يدري بهذه الأمور هل تم توعية المتظاهر بهذه الأمور هل تم تحديد أماكن للمتظاهرين يعني هذه حقيقة أسئلة تطرح وإن شاء الله رب العالمين يعني لا يستمر الوضع على هذه الطريقة لأنه سيؤثر على المواطن العراقي بالدرجة الأساس إذن ينضم إلينا الآن حول هذا الموضوع وتفاصيله ضيفنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد ضرغام علاوي حياك الله أستاذ ضرغام مساء الخير أستاذ تحية حوب وسلام على العراق كله من الشمال وحتى الجنوب حياك الله سيد ضرغام يعني إذا نبدأ بهذا الموضوع اللي هو متعلق بميناء قصر وغلق الطرق المؤدية إليه يعني أكو حقيقة ناس قالوا يا أبا ترى المسؤولية يعني مو على المتظاهر المسؤولية على القوات الأمنية على محافظة البصرة مجلس محافظة البصرة كان المفروض يأمنون الطرق وما يخلوها أنه المتظاهر يصل إلى أنه يقطع هذه الطرق وتؤثر علينا بشكل مباشر فالمسؤولية البعض دي يوجه أصابع اللوم على المسؤولي في محافظة البصرة في عدم تنظيم هذه الأمور أستاذ العزيز نحن حتى نرى الصورة أوضح علينا أن نرجع إلى الخلف وراء يتحمل المسؤولية الحكومة العراقية نعم في عام 2010 كتبت مقال بعد نهاية الانتخابات العراقية وتوزيع الحكومة والرئاسات الثلاثة بطريقة مكوناتية طائفية عرقية كتبت مقال أذكر عنوانه في وقته طفيليات السياسة على جسد الدولة العراقية وكنت متوقع أن هذا الانفجار يحصل في 2015 نعم لكن يعني لظروف معينة وظروف داعش وكذا وصلنا اليوم إلى 2019 ما خسره العراق خلال الفترة اللي فاتت بسبب دستورنا اللي يعتمد على المكونات ويبحث عن حقوق المكونات كل ما تحقق يراد بها باطل هو كان يقسم ويحصص الدولة العراقية برئاساته الثلاثة اليوم الميناء بخسارته وحسب ما قال وزير التجارة تعقيبا على كلامه أن العراق سيضرر وأن مخزوننا الغذائي يفترض بدولة مثل العراق عدى خزين ستراتيجي وهاي وحدة من أوراق التوتل اللي سقطت افتشفنا أن وزارة التجارة العراقية لم تكن تعد أي عدة لأي حادث أو حتى من الكوارث الطبيعية فجأتهم طلعوا كل شيء ما عدهم ولا عدهم خزين ولا عدهم خزين ستراتيجي يقدرون يغطون اليوم الكرة في ملعب الحكومة لا في ملعب المتظاهري المتظاهرين ناس بسطا ملوا وكلوا من المطالبة اليوم نحن منطين عشرة آلاف إصابة بين شهيد وبين جريح ومن طرفين القوات الأمنية أولادنا والمتظاهرين أولادنا ولا زالت الحكومة إلى حد الآن تتحايل على المطالب في رأيك ماذا سيفعل الشارع؟ أكيد رح يصير تصعيد وربما التصعيد القادم رح يكون أكثر طيب بس سيد ضرغان حتى نركز على الموضوع بشكل خاص الآن واضح تقصير الحكومة واضح عدم وجود الخزين ها إن شاء الله ندري بها حتى على مستوى المي يعني ما كان أكو أي تخطيط والدليل رب العالمين يعني رحم بينا بالأمطار وبغيرها وانحلت مشكلة المياه بشكل مؤقت لكن الآن السؤال الآن أنت عندك وضع هذا وضعك الناس واكفين المتظاهرين الآن وقاطعين الطريق على ما يبدو لعدم توعية ما صارت لهم أي توعية أو غيرها البعض دي يقول لك هذه قد تكون فرصة ممكن أن يستغلوها ويخربون التظاهرات وتنتهي سلمية هذه التظاهرات إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه هنانا السؤال شون أنت رح ترشد المتظاهرين أنه هذا الموضع قد يأثر أصلا على سلمية التظاهرات نفسها وممكن الموندس يستغلها بالتأكيد بالتأكيد أنا مع حضرتك نحن اليوم نتعامل مع متظاهرين قيادة غير واضحة مطاليبهم إلى حد الآن مطاليب وبالأحرى مطاليبنا إحنا كل إحنا يعني إحنا كل إحنا مطاليبنا لذلك إحنا نطالب الأخوة المتظاهرين الآن أو المعتصمين من خلال قناتكم الموقرة أنه لا يجوز المس لا يجوز المس بأي منشأ من منشآت الدولة لكن الحد الآن المتظاهرين حد الآن المتظاهرين ما متظاهرين سلميين يعني ممكن أنه السيد المحافظ أو حتى القوات الأمنية مجرد توضيح هذا مجرد زيارة للموقع وتوضيح هذا الكلام الهوماني على يقين كامل أنه راح يفتعدون أما أن تسيس هذه وبطريقة معينة وتحول إلى أنه هم هذول اللي قطعوا شريان الحياة للعراق أنا أعتقد أنه هذا كلام أبعد ما يكون عني الحقيقة التعامل معهم وجربت الحكومة أنه التعامل بالقوة هو غير مجدي نعم والبارحة نفس الشيء كرر ومئة وعشرين إصابة ونفس الطريقة يا أخي لازم نتجاوز هاي المرحلة مرحلة التعامل بالقوة والسلطة والقوات الأمنية لازم نتجاوزها لازم نعبر إلى الحل السياسي شن المانع شن اللي أنا يمنع السيد المحافظ أو حتى مدير الميناء أو حتى الشخصيات الرسمية اللي موجودة هناك أنه يتواجدون مع المتظاهرين ويوضحوا لهم القضية أما على مستوى الخسار يا سيدي نحن نخسر ألف إلى حد الآن من ألفين وثلاثة ألف واربعمية وعشرين مليار دينار عراقي دخل للعراق ما شايفين شيء أغلب هذا المبلغ هو من أهل البصرة اليوم أنا من أجي حشتي واهية من أجي أقول لي أنت قاعد تخسرني؟ يقول أنت خسرتني 16 سنة أنا مريد أحول الموضوع إلى موضوع سياسي لكن دون شعور رح يجرنا كل الخيوط نرجع إلى الموضوع السياسي طيب لكن سيد ضرغام أنت الآن القضية أنت تخسر 10 ملايين باليوم 10 ملايين دولار باليوم الشغلة رح تكون بشكل مباشر فوق الجوع اللي داق المتظاهر واللي مأثر على المواطنين والبؤس اللي مخليهم يطلعون بالشوارع الآن أنت قمت تخسر من عصب مهم لميناء مقصر هذا ممكن يدخلنا في قضايا دولية يعني القضية ليست بالطبيعية سيد الكريم لا بد أن أحد يأخذ المسؤولية وأن تفتح هذا الطرق ما تعتقد يعني هذا هو المنطق الآن كلامة صحيحة أستاذي هي الكرة في ملعب الحكومة لا الحكومة شون تدفع المتظاهرين ودا تصير اشتباكات سيد ضرغام تصير اشتباكات هنا القلق من هذا الموضوع شون أنت رح تقود المتظاهرين بشكل صحيح سيد العزيز سيد الكريم إلى حد الآن إلى حد الآن نحن نشوف أغلب التظاهرات اللي قاعدة تصير هي تظاهرات شعبية وعفوية لا تمتلك قيادة حتى ممكن لجهة أمنية أو جهة سيادية أو حتى جهة رسمية التعامل معهم ترجع الكرة بملعب الحكومة وممثلين الدولة قلت لك نعم ربما تستفيد الكويت ونحن نعرف قضية ميناء مبارك والجزيرة الاصطناعية وذكرت جنابك السيد الوزير السابق ونوه إلى أكثر من مرة واني من أشد المعجبين بجنابه نعم وبوطنيته لكن نرجع نفس الحلقة نرجع أنه ذلك المتظاهرين طالعين وفق أسباب أنا في كلام مع قناتكم الموقرة في يوم 12 سيئلوني أنه 12 في الشهر الفائت نعم سيئلوني هل ستتجدد المظاهرات قلت لهم نعم لأنه هي مرهونة بالمطالب بما أنه المطالب لن تتحقق أكيد رح تتجدد المظاهرات وربما تكون باتجاه أكبر وأوسع لذلك ترجع الكرة من جديد أنت تتعامل مع ناس طالعين بعفوية أعتقد أهل البصرة وناس طيبين ويحبون العراق ويحبون وطنهم وكل المتظاهرين الآن هم كلهم وطنيين ويحبون وطنهم وهذا باعتراف الرئاسات الثلاثة قالوا أنه كلهم أبنائنا وأنهما ناس مسالبين وما عندهم مشكلة مع الدولة أعتقد أنه لو يبادر السيد المحافظ طيب سيد ذرغام ومع مجموعة جميل يعني سيد المحافظ محافظ البصرة ترد يحكي أسعد العيداني يتكلم كثيرا بهذا الموضوع ويقول حافظوا على سلمية مظاهراتكم وغيرها الخطر هنا يا سيدي الكريم في البصرة عندنا مشكلة المشكلة هم أول ناس الظاهرة وأكثر ناس الظاهرة وبالأخير الآن ميناء قصر الآن مهدد بأن بعد خلص ما أحد يتعامل وياك أنت الآن واصل إلى هذه المرحلة هذه التجارة وهذه خسائر سفينة تناع السفينة تجيك وما تقدر تفرغ بضاءها وترجع هذه بحد ذاتها نظرة دولية تصير عليك مو قضية متظاهرين الآن أو شي قضية تعامل يقول لك إحنا شون نتعامل وياك نتظل بهذه الطريقة هنا المفصل المشكلة صحيح أنا متفقوية جنابك إحنا نتعرض لخسارة خسارة مو بس على مستوى الميناء إحنا نتعرض لخسارة في كل قطاعات الدولة العراقية وجنابك سيد العارفين اليوم العراق البلد الأول في الفساد الإدار والمالي والبلد الأول في الفساد الباني العفو والإداري وماشاء الله بتصدرين كل قوائم الفساد أنا معك لكن لكن أنا ما أقدر أحمل شخص بسيط لازم ينزل السيد المحافظ والسيد المسؤول للشارع ويوضح لهم هذه السلبيات السلبيات هذه الخسارات سلبيات ضرر الموانئ ضرر من حصار الموانئ نرجع ونقول أنه هذا هل هو بدأ حصار الميناء اليوم؟ أم بعد شهر من بعد شهر ربما نتوقع إجراءات أكثر من الناس إذا تشوف أنه ما يكون استجابة لمطالبها يا سيد الكريم ربما يطور طيب سيد درام أنا عندي هسة تطور عندي هسة تطور الآن يعني بيان إجا إلى الشعب العراقي بعد مرور شهر على مظاهرات الظافرة من رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وحقيقة إلى علاقة كبيرة جدا هذا البيان الآن اللي صدر بالكلام اللي دي نحتي واحدة من الأمور يعني ما رد أن أطول الحقيقة بيان طويل جدا يعني يقول لك لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء الرئيسي للحياة العامة وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها وقال حققت المظاهرات الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاثة لمراجعة مواقفها فحصل حراك سياسي واسع كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون باختصار السيد عادل عبد المهدي من خلال قراءة سريع الآن يعني دي يقول أنه وصلت رسالة المتظاهرين ولازم إحنا نبعد المخربين الآن ونحاول نبقي سلمية هذه التظاهرات لكن لازم ترجع المدارس الدوم لازم ترجع الدوائر الدوم وإلا بهذه الطريقة ما رح نقدر نطبق ما طلبه المتظاهرون حقيقة من خلال هذا الكلام لو لا سلمية التظاهرات وأحقيتها ما كان المرجعية الدينية العليا وكفة المتظاهرين أو غيرها فبالتالي ما تعتقد السيد عادل عبد المهدي يعني عنده نوع من وجهة النظر ووجهة نظر معقولة والله أسأل جنابك الكريم شنو اللي يتحقق لحد الآن وصلت الرسالة وصلت رسالة المتظاهرين دي يقول لك هذا اللي دي يقوله الآن الرجل يا سيدي يا سيدي الكريم إحنا قلت لك نكتب كمدنيين كناشطين كتيار مدني طالما ناقشنا قضية المحاصصة وقلنا أنه هذا خطأ وأنه نحن نسير بالبلد بهالشكل وهذه نتيجتك وأنا توقعت أنه ما يحصل الآن يحصل في عام 2015 الحد الآن شنو المشكلة شنو المشكلة أنه تستقيل حكومة السيد عادل عبد المهدي وننهي وكأنما يلقي الكرة في ملعب المتظاهرين اللي ما حققوا كل شي الحد الآن ما حققنا كل شي فقط الوعود يا سيدي الكريم فقط وعود يعني اليوم ونفس السيد عادل عبد المهدي ما هو صاحب اللجنة اللي متعلقة بالتحقيق بالقناص له وغيره يعني هل نكتفي اليوم إحنا برسالة من السيد عبد المهدي ونقول للعشر تالاف الضحية اللي راحه وإصابه وشهيد نقول بابا خلاص الرجل راح يبدأ يفكر لا بس طيب ما يستقيل الرجل سيد ضرغام إحنا حتى يعني نركز على البيان هذا شنو فكرت التحقيق يعني واضحة بومبهيو حيش عن التحقيق سيد العزيز بس الوقت كان قصير بالنسبة للتحقيق سيد ضرغام أنا أتحمل مسؤولة كلامي لا أنا بس ده أريد أسألك سؤال أستاذ اسمحلي أنا أتحمل مسؤولة كلامي هذا البيان حال اللي قبله جميل بس أسألك سؤال الآن أجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت كثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنيا وخارجيا عندي يقول لك حتى الصفقات اللي وقعناها واللي اتفقنا بيها مع الصين على سبيل المثال ما رح يجون للبلد أبد ولا حيقدرون يبنون شي ولا حيقدرون يقدمون شيء أو غيرها تأخرنا عن الكثير من الأمور إذا تريدون استقالة هذه حكومة رح تتأخر بعد أكثر وقد ندخل في فراغ لا سامح الله والله يا سيدة أنا ما أعرف يعني هذه يعني طلع طلع الشعب العراقي هو سبب المشاكل بالعراق ولا كأنما 16 سنة من الفساد الإداري والمالي والسرقات والنهب الآن باعترافهم هم يقولون النظام السياسي الحالي فاشل باعترافهم هم السياسيين يقولون هذا النظام هو فاشل ومو صحيح يا أخي إذن وين أفعالكم وين ردود أفعالكم طي وصلتكم الرسالة بينونا أنه أنتوا استجابتوا للرسائل أرجع وأقول لك وانا تحمل مسؤولية كلامي أن هذه الرسالة لا تعدو كونها واحدة من الاتفافات الأخرى هو لقلقى الناس أول مرة اللي يضرب المتظاهرين والقوات الأمنية حتى يحمل المتظاهرين مسؤولية خسارة البلد حكومات متعاقبة يا سيدي عدم أكثر من 20 ألف قضية بالفساد الإداري مو هي اللي خسرت البلد مظاهرات لمدة أقل من شهر هي اللي خسرت البلد وهي اللي عطلت الصين يعني هاي الصين إذا جدت الصين للعراق رح يتحول العراق إلى جنة خضراء لا يعني تدري أنه شركات أجنبية تقلق يعني يقول لك وضع مرتبك خلط طلعته من داعش طبيت بتظاهرات كل شيء مهدد اي شركة يعني لو آني وحضرتك عندنا شركة لو آني وحضرتك عندنا شركة شعب يقالب بتايري انبهان سياسي برمته برمته أول هذه الأفعال أول هذه الأفعال هي استبدال الحكومة استبدال الحكومة انتو تحبون الوطاين تحبون الشعب مالكوم خلينا أعطيك مقارنة مقارنة بسيطة مدرب يخسر مباراة مباراتين ثلاثة الرجل يروح يقدم استقالتك والآن ما نجحت بتدريب هذا الفريق نحن النظام صالة 16 سنة الشعب طلع مظاهرات بالبصرة طلع مظاهرات بكل مكان بالمناسبة ترى المظاهرات حتى كردستان قبل فترة ظهرت بها يعني هو تغيير النظام مو معنى أنه في المناطق الجنوبية أو الوسط حتى الشمال الدستور مبني على حماية المكونات كلمة حقني ورادية بها باطل وأضاع الوطنية يا سيدي أضاع الوطنية العراقية اليوم بساحة التظاهرات تشوف العالم العراقي وحده أما أنه يتحول المتظاهر إلى أنه هو اللي يخسر البلد خلال هاي الفترة التظاهرات اللي نجي نحسبها كلها تطلع تقريبا حوالي 15 يوم أو 17 يوم ما أعتقد هذا كلام منطقي وإحنا نرجع إلى نفس الدوامة اللي هو تحميل الآخرين مسؤوليتنا جميل الحكومات إحنا تدري عندنا فشل الحكومات كلها يعني على مستوى فشل هائل جدا لكن حكومة السيد عادل عبد المهدي بنفسها هي ترد الحكومة وأكو من يرد عنها يقول لك يعني إحنا صارنا سنة يعني أنت رأيجني بسنة أحلح كل هالمشاكل هذي من 16 سنة من 15 سنة أحلح لكيها بسنة واحدة انطيني مجالي أخي حتى أشتغل يعني هذا هو الكلام المنطق الذي يجعله على الأقل من الحكومة العراقية لماذا هذه الفرصة لا تنطل الحكومة الحالية؟ لماذا هذه المطالبات بهذه الشدة؟ سيد العزيز أعطيك فرصة الوزير الصحة الذي يبدأ الحكومة أعلن أنه غير قادر على محاربة الفساد يا سيد العزيز لماذا نغلط نفسنا؟ يجي وزير غيره؟ شنو المشكلة؟ طلب دعم من السيد رئيس الوزراء وقال له ما أقدر وقدم استقاله ثلاث مرات وبالأخير الحل أنه طلعه وجابه وغيره خلص سيد العزيز الله يخليك إحنا وقت المجاملات خلص إحنا عدنا دماء بالشارع قواتنا الأمنية قاعد تخسر اقتصادنا قاعد يخسر أبنائنا قاعد نخسرهم مثل ما تفضلت مدارسنا إحنا اللي خسرانين مو الأهل المدارس الأهلية واللي حاطين ولدهم بره بكليات خارجية سيد العزيز إحنا الشعب إحنا اللي دم نخسر الدولة دولتنا الدولة دولتنا لا يزايد أحد علينا وعلى وطنيتنا سيد درغام الحلول كلها بيد الحكومة سؤال يعني الحلول اللي انطرحت الرئيس برهم صالح مؤتمر حوار وطني وقال السيد عادل عبد المهدي وافق على استقالته غيره والفقرة رقم 6 من القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008 متعلق بالمحاصصة هذه مو بوادر خير أنه الأمور يعني حتى تتعدل لكن ما تتعدل كلها مباشرة لكن هذه إجراءات ما شفناها إحنا صارنا فترة طويلة جدا من 2003 إلى يومنا هذا هذه مو بوادر أنه فعلا المتظاهرين رسالتهم وصلت يعني جنابك تريد مني الآن أقول لك أن المتظاهرين يروحون للبيت لا مو يروحون للبيت أستاذ يعني الآن أمتلك هذا التوفيق مو يروحون للبيت مو هذا السؤال مو هاي مداختي لا علي السلطة على المتظاهر ولا علي السلطة على الحكومة أنا وجنابك اليوم قاعدين نحلل الأسباب جميل اللي تتحملها اللي حاصلة جميل مثل ما حضرتك إعلامي أنا يكاتب ومحلل جميل أرجع وأقول لك السلطة والآليات إدارة الدولة بيد الحكومة المتظاهر مواطن عفوي طلع وخسر وليش هو المتظاهر مخسران من قوت يوم ومن عمله زين تبديل الحكومة ليش مضمون عندك سيد أرغام ليش تبديل الحكومة مضمون عندك تعتقد رح يكون فد حل مضمون ورح يحل كل الأمور ليش يعني شنو الضمان ماكو ضمانات عراق من زمان متعودين ماكو ضمانات أستاذ العزيز مثل ما تفضلت أنت لا يوجد ضمان في العراق اليوم حتى بتغيير الحكومة ما دام أنت جيرانك كلهم طامعين بك وهنا لا أحدد إيران كلها تركيا وإيران والسعودية والكويت وحتى الأردن الكل طامعين العراق بلد خيراته كثيرة والكل طامعين به لا يوجد ضمانات لكن آني إلى متى أبطاء أو بقساكن يعني هاي الدول تجارة يعني الكويت يريد يتاجروا إياك أبو السعودية يريد يتاجروا إياك أبو إيران عنده تجارة وياك يعني شنو المشكلة؟ يا ريت يا ريت يا ريت والله لو طامعين شغلة تجارة هذا بها منفع هذا مطامع يا سيد العزيز هذه منفعة متبادلة وتعاون يدخل في باب التعاون وأنت جنابك سيد العارفين وتعرف كيف يدار العراق وبتوجيهات من والأطماع السعودية والأموال اللي تصرف في الانتخابات والأتراك يتحدثون إحنا وصل إلى أحد أنه حتى مظاهراتنا أحد الجوار يقول عليهم ذول الشغب ويجب التعامل معهم فيا سيد إحنا ليش ألفوا نذر على الحقيقة لهم الكل طبعان من مصلحتهم يبقى النظام العراقي ضعيف أنا أتفق معك استقالة الحكومة وتغيير النظام يتحمل كثير من المخاطر لكن بالمقابل أنت ممكن تنطيني حال غيره أنت مشكلتك سيد ضرغان أكو من يقول لك أنت مشكلتك ويا الفاسدين ويا الطبقة السياسية الفاشلة أكو هكذا من يتكلم حقيقة هذا ليس كلامي أكو ناس تقول لك القضية هي مقضية السيد عادل عبد المهدي القضية قضية أكبر من ذلك سيد عادل عبد المهدي باتشري يتغير الرجل قال إحنا الحكومات نتغير مفد مشكلة يعني نتبدل الدولة تبقى لكن عندك مشكلة ناس فاسدين أنت هذول الشر راح تخلص من عيدهم ممكن يديرون الطرق بأمور أخرى يديروها من تحت الطاولة من دون أن يعلم هذا المتظاهر وهذا الإنسان اللي عانى ما عانى حتى يومنا هذا جنابك تفضلت قلت سيد عادل عبد المهدي يقول إحنا حكومات ممكن نتغير خلص هاي واحد أولا كل هؤلاء الفاسديني اليوم متخندقين خلف حكومة عادل عبد المهدي أقولها وبالفم المليان اليوم انهيار هذه الحكومة والمجيء بحكومة بشخصية يحبها العراق ومعتدة ومعدها مشكلة وياه وخلي يجي يسوي حكومة إنقاذ وطنية أو حكومة طوارئ أو حكومة تسيير أعمال سميها ما تشاء لمدة سنة يتعدل النظام الانتخابي ونجري انتخابات نزيهة كل اللي موجودين اليوم بالبرلمان جاءوا عبر انتخابات هم بأنفسهم يقولون أنها مزيفة وصار لغط وصار كلام وصار عدوى وصار حرق يا سيدي يعني احنا عفنا من الخطاب الإعلامي احنا اليوم نتكلم كعراقيين أنا ممكن اليوم أتكلم لك بالخطاب الإعلامي نعم وأقول البعض وأقول فلان وفلان ما بعد هذا الخطاب الإعلامي لا لا احنا نطرح كل وجهات النظر سيد ذرغام ونحاول نناقشها يعني بالشكل المقبول والمعقول سيدي الكريم أنا بس سؤالي الآن سيدي الكريم نحن بالتظاهرات في بداية أيامها صار عندنا وقوع شهداء للأسف الشديد إذا كانوا من المتظاهرين أو من القوات الأمنية بالفترة الأخيرة بالعشرة أيام الأخيرة يعني قلت نسبة سقوط الشهداء بشكل كبير جدا وواضح والسيد عادل عبد المهدي من خلال بيانه حاتش في هذا الموضوع لكن مع ذلك يقول كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها يعني على الرغم من أنه قلت هذه فبالتالي يا سيدي الكريم أكو رغبة خلص في تعدي هذا تعدي يا أخي خلنا تعدي هذه المرحلة التظاهرات تبقى سلمية تبقى في موقفها الصحيح لأن أكو مخربين أستاذ ذرغام أكو مخربين صح كلامك صح كلامك صح كلامك ولحد الآن أنا من الناس اللي أقول أن السيد عادل عبد المهدي رجل مسالم ورجل طيب وإحنا مو من بسطحة البلد كله أنه استمرار المظاهرات هذا متفق عليه لكن لا درغام علاوي ولا جنابك يقدر يقول للمتظاهر روح وقعد بالبيت هو يريد شيء ملموس يريد شيء يرضي يرضي أن يجي بالمقابل من هاي التضحيات اللي راحت حتى على مستوى أولادنا بالأجهزة الأمنية حتى على مستوانا الاقتصادي حتى على مستوى مدارسنا يعني لابد من فعل يرضي الشارع على الأقل يعني أعرف أن التغييرات الدستورية يعني وجنابك نعرف أن التغييرات الدستورية صعبة ومحتاجة برلمان ومحتاجة مصادقة ومحتاجة استفتاء شعبي نعرف لكن هل تكفي رسالة من السيد عادل عبد المهدي نقول لهم روحوا يروحون هذا اليوم مرحلة الشباب وصلوا إلى مرحلة التحدي طيب طيب سيد درغاء نحن نستمر بالنقاش يجب تهديئة الشارع جميل جدا نستمر بالنقاش لكن دعنا نذهب إلى فاصل الآن ومن ثم نعود إلى النقاش للأمريكا نقول لن نسكت على ضرب لا نريد لبلدنا أن يكون طرفا في الصراع الإقليمي والدولي الرسالة العراقية وصلت بأن العراق لا يريد أن يكون طرف بأي صراع الوضع معقد وبالوقت عينه لن يصبح أن تكون الولايات المتحدة عينا على دولة أخرى كيف تقرأ التهديد الواضح الحرس الثوري واللظام في إيران كلنا مشهولين أن لا تتعرض إيران إلى خبر واشنطن ستستمر بإستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل إيران أطراف التي تحاول جر العراق إلى الحرب الوكالة كانت بمثابة تعامر عليه اليوم إذ وصلت شرارة النار المستعرة إلى الحجاز يبدو أن اليوم الحكومة العراقية بموقف لا تحصد عليه بعد كل هذه التطورات ترجمة نانسي قنقر لحديثنا ونقاشنا لهذا اليوم يعني السيد عادل عبد المهدي واحد من الفقرات اللي حتش بها في بيانة يقول هذه التظاهرات تدعمنا يعني شوف تعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الإصلاحات وتنفيذها وهو من أهم عوامل الإصلاح والضغط انجرت بشكل سلمي وقانوني يعني باختصار ده يقول لك أنت بتظاهراتك ده تخلصني من القيود اللي أنا ده أتعرض لها نحن نعرف اليوم السيد عادل عبد المهدي هواية كلام عن أنه مقيد ومضغوط وغيرها هذه يعني ليش من ننظره له بهذه الطريقة أن هناك التظاهرات هذه راح تدفع الرجل أنه يشتغل خلص بعد ما يكون طريق ثاني لا بد أن نتقدم إصلاحات لا بد لأن هذا هو واجب للرجل يعني ليش من ننظره بهذه الطريقة هذه ونستمر في تظاهراتنا السلمية بالفعل أنا اتفق مع حضرتك لكن احنا خلي خلي نترك قضية السيد عادل عبد المهدي وخلي ندرس قضية كل الحكومات المتعاقبة كل الحكومات المتعاقبة اللي فاتت لم تأتي بمشروع حقيقي ولا بثيمة معينة ولم تكن تحمل نكهة معينة سوى نكت أنه هي قضية محاصصة طائفية وهذا لكم هذا إنه وما حد يحاسب الثاني البرلمان كان معطل مجرد هيكل وهمي وتعرف جنابك اللي صار مع قضية السيد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وغيره 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 جامعة سيدي أنت لا تطلب من شخص فقد كل إيمانة بدولته وقد كل إيمانة بحكومته بالأحرى وليس الدولة العراقي معروف بولاءة لدولته المشكلة اليوم أزمة ثقة أزمة ثقة أزمة ثقة بين الحكومة وبين الأحزاب اللي إجدتي وشبهت هذا الشيء من خلال الشعارات اللي طرحوها الناس المتظاهرين ناس بسطة كانت حتى طروحاتهم طروحات بسيطة بالبداية كان يطالبون بالمي والكهرباء ردفع للحكومة الأول أدى أنه سقف هذه الطلبات يرتفع إلى إسقاط الحكومة وتغيير الدستور نعم نعم أكو ربما الآن دولة جوار متربصة الأعداء متربصين إحنا تعرف مو بمعزل عن العالم والبلد خيراتها كثيرة يعني ألف طامع بي أنا أتفق مع حضرتك لكن لابد من أفعال حقيقية من حكومة السيد عبد العبد المهدي شخصيا أو يعني الناس تريد شيء ملموس يا سيدي بس تدري سيدة درغان لا تحل برسالة لا تحل برسالة تمام لكن ما بقى مجال ثانيا إذا تسمع لي خليها أو أصلك بس عفوا يعني أنا حتى أدى خليك وعقب بنقطتك يعني الآن ما أكو مصلحة للحكومة العراقية إنها ما تقدم مصلاحات أو تقول لك سوف وسنقوم ومن هذا الكلام والوعود اللي تعودنا عليه ما عادة تأكو مصلحة بالموضوع سيدة درغان صح صحي يعني هذا مو إثبات إليك سيدة درغان هذا مو إثبات إليك بأن الحكومة العراقية اليوم بيظل هذه الظروف رح تقدم ستعمل لا والله ما عندي إثبات ماكو إثبات أنا من ضمن الناس اللي من ضمن الناس اللي ما عندي ما عندي ثقة بالحكومة حكومة ضعيفة وغير قادرة على تحقيق كل شيء حكومة محاصصة وجنابك تعرف الوزارات قسمت بين الأحزاب والسيد عادل عبد المهدي غير قادر على فعل أي شيء يعني تخيل أنت وزير ثلاث مرات يقدم استقالة كان مثل هذا الوزير يجب أن يدعم لتحقيق الإصلاح في قطاع الصحي قطاع الصحي اللي أضرنا كل إحنا أنا والدت توفت بسبب أبرى بالخطأ يا سيدي ولا أكن مجال تشتكي على أحد ولا تعرف على أحد ومنظومة فازدة كلها يعني خلال هاي الفترة كانت فازدة وزاد الفساد أنا هذا قصدي أنه لما نقول سيد عادل عبد البهدي ولا سيد الحلبوسي لما نقول شكرا لأن أنتو نبهتونه يا سيدة أنا أريد شخص لما نقعد على هاي المناصب المهمة والحساسة والرئاسات الثلاثة يكون قائد يكون مفكر يكون فاهم يكون هو اللي يغير مزاج الشعب باتجاه الأفضل أنا ما أريد يطلع للشاب المواطن البسيط يقعد يسوي اللي ثورة ويحرق إطارات ويقطع الطرق والله على مدفته المسؤول أنه ها والله أنا ترى على طريق الخطأ زين استاذ درهام ما تخوفك لا وين المستشارين وين المستشارين مالتكم وين المبالغ اللي تصرف على الاستشارة زين أنت ما تخاف استاذ درهام يا سيدي أرجو ما تخاف من اللي صار بالدول الأخرى في مثل هذا الحراك اللي صار لا سامح الله لا سامح الله إن شاء الله تظل المظاهرات بهذا الشكل الحضاري حقيقة على الرغم من بعض الأمور والمندسين والمخربين هنا وهناك لكن بالشكل العام التظاهرات حضارية ما تخوفك كلمة الربيع وهذه الأمور اللي غيرت الأنظمة صارت أمثلة حقيقة بائسة يعني عندك سوريا عندك ليبيا عندك اليمان ما الحلت المشكلة نهائيا ولم يصلوا إلى حل هذه ما يخوفك هذا السيناريو البعض دي يشوفه نفس السيناريو سيد العزيز هو اللي حصل بكل هذا ما يسمى بالربيع العربي وغير الربيع العربي صار بتمسك الحكومات بالمنصب على حساب الشعب وهذا ما حصل في سوريا وهذا ما حصل في غيره وغيره ليش اللي مثل المصريين غير المصريين استبدلت حكومه استبدلت بعد حكومه وبقى الشعب المصري وقال لان مظل تمسكني انت من ايدي توجعني انه لو أسويك مثل سوريا لو ماكو أصلاحات وظل أسرق بيك لا انت تخاف من الظروح يعنا انا احنا هذالذا بردا من السيد عالد العبد المهدي اراده من الطبقة السياسية يعني ارجوك فهمني يعني مضد طبقة السياسية مسيد الرغاب انا مهم entrepreneurs النظام البرلماني انت ما تخاف عفوا ما تخاف من الميليشيات عفوا ما تخاف من الميليشيات الإيرانية ما تخاف من تنظيم داعش الإرهابي ما تخاف من المدنسيين من القناصيين اللي لحد الان ما حد قدر يكشف عن اسمهم هذول ما يخوفوك إذا فلتت الأمور ولهذا ولهذا يا سيدي الكريم ولهذا يا سيدي الكريم نحن نريد انتقال سلس ناعم الدولة الضلية بحافظة على مؤسساتها الشخصية اللي تجي تجي من رحم نفس الأحزاب السياساني ما معترض لكن يجي شخص يسير أعمال وتجري يتغير قانون نفسهم هما قالوا أنه مفوضية الانتخابات مفوضية غير نزيهة هما قالوا مو إحنا نفسهم قالوا أن النظام النظام السياسي الحالي هو نظام فاشي النظام محاصصاتي مكوناتي هما قالوا باعترافهم اليوم حتى لا نوصل هذه المراحل يا سيدي الكريم حتى لا نوصل لهذه المراحل شون المانع من انتقال سلمي دستوري دستوري نرجع ونأكد اليوم إحنا الدستور هو اللي محافظ على البلد وإحنا نعم عندنا بعض الملاحظات عليه نعم لكن هل هو الدستور كله برموة خاطئ؟ لا لا بالعكس هي ثلاث أو أربع مواد يجب تغييرها أو تعديلها مو تغييرها تعديلها لا أكثر ولا أقل التركيز على المواطنة وترك شغلة المكونات والمحاصص طيل ممتاز إذن جميل جدا إذن كان معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد ضرغام علاوي شكرا جزيلا إلك الوقت ما يسعفنا اليوم شكرا جزيلا على حضورك إذن مشاهدين إحنا الوضع حقيقة يعني وضع صعب جدا رسائل من الحكومة العراقية رسائل تأتي أيضا من المتظاهرين اليوم هذا بيان السيد عادل عبد المهدي يعني وحدا من النقاط المهمة اللي أشار إلها بأنه يعني حقيقة الكثير من الأمور ستتعطل كيف سنسير بالأمور حقيقة هذه أسئلة كبيرة جدا ويعني الظل هي محط أنظار الجميع والعالم كله إذن ينظم إلينا الآن حول هذا الموضوع المحلل السياسي السيد باسم الخزرجي حياك الله أستاذ باسم طيب أستاذ باسم بعده مجهز ما وصل لحد الآن لذلك يعني حقيقة الرسائل هذه يعني كبيرة جدا رسائل يعني يقول لك هذه أكون معاملات للمواطنين رح تتعطى الهنالي كمناهج ما رح يكملوها هذا جيل إذا استمرت هذه التظاهرات يعني هي المشكلة مو في استمرار التظاهرات من خلال هذا البيان اللي نفهم من السيد عادل عبد المهدي وإنما هي قضية تعطيل الأمور يعني عدم الذهاب إلى المدرسة عدم حقيقة العاملين ذهابهم إلى وزاراتهم وغيرها يعني هذه أمور مؤلمة جدا وقد تؤثر كثيرا يعني بحسب بيان السيد عادل عبد المهدي إذن نذهب إلى فاصل ونعود من جديد ترجمة نانسي قنقر مو بالصدفة يكون الإنسان هكذا معطاء وناجح ومصر على السعادة والابتسامة نص الألم أنا حاس هذا ظلم ظلم كبير للمرأة ملكة جمال العراق لعام 1961 نحتاج أن نكون حاسمين سريعين في رد الفعل إلى اليوم لا توجد قطة واضحة أحسن مؤسسة بيها الحوكمة بالعراق كانت الجيش العراقي بعض الأمور سرية بحثة فشن نوصل لهؤلاء النساء؟ أي واحد يعني يناشدني مستحيل أرده ماكو دعم سوق ما موجودة للتنمي فمعناها رح يكونون أساتذة مستقبل فمعناها رح نخرر أجيال ونغلق بعض هالفليات إحنا رح نصير دولة عشائرياً لهاي العائلة الحرية مو أنه نطلع ونروح نجي الحرية أنه نفكر بتحطينا النقاط على الخروف الثانية موسيقى إذا مشاهدين الكرام ينظم إلينا الآن وعلى عجالة من بغداد المحلل السياسي السيد باسم الخزرجي حياك الله أستاذ باسم يعني حقيقة لا أدري إذا طلعت على كلام اللي إجاء من بيان السيد عادل عبد المهدي يعني قبل نصف ساعة تقريباً أكو سؤال مهم جداً الآن السيد عادل عبد المهدي كان واضح أن يقول أكو رح يصير تأخير لمعاملات هناك قطع يعني للرواتب تدري بواحد ما يروح للدوام بالتأكيد يعني مدين صروف لأيراتب أو غيرها من العاملين البسيطين وغيرها المطلوب هنا الاستمرار بالتظاهر السلمي لكن العودة إلى الدوام وعدم يعني وضع الأمور يعني قطع الدوام بهذه الطريقة هذه الرسالة من السيد عادل عبد المهدي يقول الرسالة وصلته إذا الوضع يضل على ما هو عليه كيف ترد؟ أولاً أحييك أنا أخي الكريم أستاذ أحمد وأحيي قناتكم الكريمة ودعني أولاً أترحم على أرواح الشهاداء اليوم أنا أتحدث معك ونحن نخسر خيرة شبابنا خيرة العقول العراقية التي تريد أن تبني العراق التي تريد أن تعيش بكرامة هذه العقول التي تحتضنها السويد تحتضنها ألمانيا تحتضنها فرنسا ولكن حينما تخرج هنا باحثة عن فزحة من الأمل باحثة عن لقمة العيش تصد بالرصاص بالقناصين وبقنابل الدخان الموجهة أخي الكريم خليني اليوم نتحدث على أن السيد عادل عبد المهدي أنا لم أسبع خطابه صراحة أخيراً 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 سأقمعك بالرصاص تقمعني بالرصاص وبعدين أظل ثابت في مكاني لا ألزم سلاح ولا أرفع شعارات ولا أبداً كل ما في إيدي هو أعلم العراق ومن ثم أقمع قال من الحكومية العراقية قال قمعاً اليوم أنت شفت الإصابات على جسر الجمهورية الرأس مقتلع بالكامل الرأس رأس الشاب المتظاهر مقتلع بالكامل اليوم إصابتين بالرأس الرأس غير موجود أخي الكريم اليوم نتحدث عن مسألة يعني تخشعر لها الأبدان يعني اليوم نريد من الشعب العراقي أو من المتظاهرين لا نعطيكم شيء ولكن أذهب إلى بيوتكم يعني هذه المسألة أنه أنا أقصي الآخر تماماً وأفرض علي رأي واحد طيب ما هو أنتوا جئتوا على أنقاض حكم صدام حسين دكتاتوري كنتوا تعيبون عليه أنه كان يستفرد بالحكم صدام حسين استفرد بالحكم لكن أنتم الآن ماذا تعملون طيب اليوم أنا إذا أنت ما تقتنع برأيي اقتنع برأي المرجعية الدينية هل تعرف ماذا قالت المرجعية الدينية قالت أن الأصلاح بيد الشعب أنوكله فقط بيد الشعب وأن القوات المسلحة والحجد الشعبي وكل الأجهزة الأمنية أولاً يجب أن لا تقمع المتظاهرين وثانياً يجب أن تكون مع الشعب العراقي أخي الكريم حسين سيد عدل عبد المهد اليوم ظهر الرجل صار الأسبوع مختفي العالم أبداعنا يقتلون بلادته تتبح على مدبح الحرية واليوم هو الرجل يتحدث يقول إذهبوا إلى الناس سيد باسم سؤال سريع حتى نستفاد من حضرتك كعصير هدر في النار جميل بس حتى نستفاد من حضرتك الآن ماكو أوامر بإطلاق النار وعدنا المتظاهرين شفنا اليوم مشاهد مروعة حقيقة يعني للرأس وغيرها الاقتلاع الرأس اللي حضرتك تفضلت بيها ماكو عراقي ما شافه عدم وجود أوامر بإطلاق النار وهذا اللي دي يصير منه برأيك اللي دي يسوي هذه الأمور طيب من يضرب من يضرب المتظاهر من يضرب المتظاهر أخي الكريم أحمد أخي الكريم من يضرب لا يجوز أن نتمنى هذا الخطاب من يقتل المتظاهرين خلي تبرع نفسها خلي تبرع نفسها خلي تقدمنا دليل على أنه هناك جهة تضرب المتظاهر يا أخي الكريم حس المتظاهر شاهد العلم قاعد في مكان ما شاهد البندقية قتل منهم 261 شخص ولم يرفعوا السلاح ولن يرفعوه ومظاهرتهم سلمية أنا أتحدث لك أخي الكريم نحن لا نتحدث عن مظاهرات لا نتحدث عن احتجاجات المسألة تحولت من مظاهرة من مظاهرة بسيطة بالطريق الفاصل بين مول النخيل والباب الشرقي هذه المظاهرة تحولت بسبب القمع الطائش تحولت حقيقة للأسفق الكريم إلى ثورة حقيقية مكتملة الأركان لو سألت لي ما هو تعريف الثورة أقول لك هي المعاناة التي يشعر بها الشعب والتي تخرج من رعوم الشارع دون أن يكون تتبناها جهة سياسية وهي احتجاجات شعبية حقيقية طيب سيد باسم بسؤال أخير أنتش تتوقع الأيام القادمة الآن سمعنا بيان سمعنا الرسائل من الحكومة العراقية سمعنا الرسائل المتظاهرين الأيام القادمة هل ستصير تعديلات هائلة جدا ترضي المتظاهرين برأيك أم السيناريو غير سيناريو؟ من يقوم بهذه التعديلات؟ من الذي يقوم؟ إذا كانت الحكومة العراقية فالمرجعية والشعب رفضوا هذا الإجراء فمن يقوم بالتعديلات؟ يا أخي اتركوا المسألة اتركوا فقط اتركوا هذه الفترة فقط دعوا هناك حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد بوجودكم وبوجود المرجعية وبوجود جهة ثالثة ضامنة على الأقل أولا نعقل الدماء ثانيا نرضي جميع الأطراف فإن كان الشعب يريدكم فبها وإن كان الشعب لا يريدكم فهذا هو شأنه وقراره اليوم السلطة هي دائما نقول الدستور يقول والقوانين والتشريعات أن الشعب هو مصدر السلطات يا أخي الكريم اليوم نحن نتحدث الريد نوقف نزيف الدم اليوم نحن لا يجوز نحش نظريات وفلسفة يقول اذهبوا أنت وربك فقاتله لا يصير يقول للشعب اذهب بعد كل هذا الدم الذي سقط بعد كل هذه المعاناة التي سقطت لا يجوز لأي أحد اليوم المرجعية الدينية تقول ناصر المتظاهر كونوا في ظهر المتظاهرين لم تسميهم متظاهرين سيد الكريم أحمد يا أخي الكريم سمتهم المعتصمين وطلبت مقوات الأمنية الرحيمة أن تكون رحيمة بهم لا تقمعهم ولكنها تكون معهم لماذا؟ لأنهم سلمين لماذا؟ لأنهم يحملون علما واحدا فقط لم يحملوا أعلام ولا أجندة خارجية ألا يشعرون بالفخر هم ونفسهم السياسين يفترض أن يشعرون بالفخر لما يكون عندهم هيك شعب وصل إلى قمة الثقافة اليوم نحن 16 عام ضربنا كلها عرض الحاط اليوم الشعب العراقي يلكن البشرية كلها درسا كبيرا حقيقة في الإنسانية اليوم من يضرب بالرصاص يشيل العلم العراقي ويذهد إلى ساعة التحرير أو إلى أي ساحة أخرى طيب طيب أن يرفع البندقية وزوفة لن يرفعها أخ الكريم ممتاز اليوم يثبت الشعب العراقي بأنه هو شعب بابل وآشور وكل هذه التسليات جميل جداً جميل جداً سيد باسم يعني أخشى أن الوقت حقيقة لا يكفي اليوم يعني الوقت كان قصير كنت أتمنى الوقت أطول مع حضرتك كان معنا من بغداد المحلل السياسي السيد باسم الخزرجي شكراً جزيلاً على حضورك شكراً لكم إذن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم طيباً المتابعة إلى اللقاء شكراً لكم